السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنة دي قرر أندي أنه عايز يعمل سفاري وسط الوايلد جيم أنيملز فقرر أنه يروح أفريقيا ويروح بالأخص إلى تنزانيا رح أندي تنزانيا وبدأت تلمح حوالي الحيوانات ورح أعمل السفاري وكان بيحبهم جدا والتقط الكثير من الصور مع الحيوانات ولكن في خلال هذه الفصحة كانت وقفة الدبانة الشريرة دي اللي اسمها جولوسينا مورسي تانس أو تسيتسي فلايد وابة تسيتسي كانت وقفة بتبص عليه من بعيد ومعتبرها الفريسة بتاعتها ومستنية تنقض عليه علشان تدوء دمه جات الدبانة دي أراصته في رجله اللي كانت مكشوفة صحيح الbright clothing اللي كان لابسها أندي والألوان الكتير هي مش بتحبها وسببت لها زغلالة ولكن ده ما عقاش عن مهمتها وأرصت أندي في رجل المكشوفة بعد ما أرصت أندي حطت في دمه اللي كان موجود في لعبها اللي هما short stomp metacyclic trypanosomes اللي هما trypanosoma وهذه trypanosoma ابتدت تتكاثر في دم أندي بعد أسبوع أندي روح بيته بالسلامة ألمانيا وراح عند زوجته الحبيبة اللي اسمها ميلع للأسف بدأ أندي يشعر بأعراض التعب وأول عراض كان أنه عنده وونت أو مكان جرح مكان مؤرسته الدبانة في رجله اللي بنسميها chanker بعد كده بدأ يشعر بنوبات من الحرارة intermittent fever بتروح وتيجي كل أسبوع عشر تيام وكمان ابتدأ يبقى فيه لمفنودس كبيرة في جسمه كله وبالأخص في posterior cervical region واللي بنسميها winter bottoms sign وبعد كده بدأت كمان يظهر عنده هيباتوس بلينوميجال أندي قرر يروح للدكتور بتاعه اللي كان اسمه كيراندل راح للدكتور كيراندل دكتور كيراندل بدأ يفحص أندي لقى عنده لينفا دينوباسي في كل مكان ولما كشفه لقى كمان فيه skin rash قرر دكتور كيراندل أنه هو كمان يفحص الني بتاعة أندي ويشوف هل إذا كان الرجبة بتاعته فيها hyperthesia ولا لا مجرد ما لمسها أندي بدأ يصرخ من الوجع قال يا كمان فيني hyperthesia ودي اللي بنسميها الكيراندل design دكتور كيراندل توقع أن أندي طالما راجع من رحلة من أفريقيا أنه ممكن يكون عنده الافريكان تريبانوزوميزز فطلب منه أنه هو يعمل عينة دم علشان يبحث فيها عن التريبانوزوم التريبانوزومة كانت موجودة في دم أندي بكميات كبيرة جدا 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 وبتقول لنا هاي فكر دكتور كيراندل وقال أندي راجع من سفاري والسفاري يعني wild game animals ودي كانت في تنزانيا كمان الأعراض اللي عنده أعراض سفير والتريبانوزومة في دمه عددها كبير يبقى هو most probably عنده النوع الشرير اللي اسمه تريبانوزومة بروسي رودازينزي فبدأ معاه خطة العلاج بالدواء اللي اسمه سورامين أو اللي اسمه جورمانين بدأ أندي ياخد الجورمانين ولكن للأسف ولحسوق حظه كمان التريبانوزومة الشريرة دي بتوصل لسيئ النقس بدري فراحت في الفعل للبرين وكانت وصلت البرين بتاعه وأندي بقى على طول نايم طول الوقت وابتدى يصاب بكوما زوجته ميلا قعدت تعايت واتصرت بدكتور كيراندل وقالت له الحقن يا دكتور كيراندل أندي نايم على طول دكتور كيراندل استشف من ذلك أن التريبانوزومة وصلت فعلا للجهاز العصبي وطلب منها أن هي تعمل عينة CSF cerebral spinal fluid examination علشان يتأكد أن فعلا التريبانوزومة وصلت المخ ولما العينة طلعت positive قال أن احنا لازم نبتدي الميلارسوبرول therapy علشان الميلارسوبرول بيقدر أنه هو يعدي البلات برين باريار ويشتغل في المرحلة اللي وصل لها أندي أندي خف بعد ما بدأ ياخد الميلارسوبرول وبدأ يخف تدريجيا وعمره ما هينسى تنزانيا ولا الصور اللي خدها في تنزانيا وزوجته ميلة بقت فرحانة جدا أنه هو خف وده happy ending thank you for listening ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر